بطولة العالم لكورت اليد زي ما قلنا لحضراتكم خمس منتخبات ان شاء الله توصل القاهرة بكرة عشان تشارك في كاس العالم لليابان منها الارجنتين، البرتغال، ايسلندا، الكونغو، وبيلا روسيا بالضبط كده دول هيوصلوا بكرة ان شاء الله وأتمنى يعني طبعا رهان كبير على الجماهير اللي هتحضر في نجاح البطولة لأنهما جزء أساسي من نجاح أي محفر رياضي يعني سواء كنا بنتكلم على حفلة الافتتاح سواء كنا بنتكلم على مطشاط طبعا مطشاط منتخب مصر الكلام يعني منتهي فيها لكن انا بقصد كمان المطشاط اللي مش هيكون موجود فيها منتخب مصر عندنا 32 منتخب من أقوى منتخبات العالم نتمنى ان شاء الله كمان انه في المطشاط دي يكون فيه حضور جماهيري مبهج نمر واحد بصرف النظر حتى عن مين يكسب ومين يخسر لكن أنا بتهيالي انه الجماهير في المدرجات روح حياة اللي تعلمناه درس أساسي من أزمة كورونا انه الرياضة اي ان كانت هي ايه مش بس كورة القدم اي ان كانت هي ايه اي ان كان حجم الفرق اللي بتلعب او المنتخبات اللي بتأدي او النجوم اللي موجودة في الملعب بدون جمهور تحس انه المباراة خالية من الروح مفاش اي اصارة او ندية اشبه كده بتمرينة او تأسيمة بدون متعة المنافسة والرياضة اللي احنا تعودنا عليها لسنين طويلة وانا على الحقيقة متأكدة ان احنا هنشوف تنظيم كبير اوي لبطولة كاس العلم لكرة اليد على ارض مصر بعد اللي شفناه في القرع وبعد اللي شفناه الحقيقة في افريقيا بغض النظر عن اداءنا احنا كمنتخب مصر في بطولة افريقيا ولكن كان حفل الافتتاح حاجة مبيرة جدا قعدت الناس والصحف العالمية والعالم كله يتكلم عليها لفترة كبيرة اوي وبقينا فخورين بأي حدث بيحصل على الارض مصر عشان بنا نبقى عارفين ان هو يطلع بافضل شكل ممكن البطولة دي كان ناقصها بس ان المنتخب يتعود بيها يعني ابتالي ان البطولة دي صحيحنا ابطال او اصحاب الرقم القياسي في الفروز وبطولات افريقيا لكن البطولة دي كان يبقى ليها طعم تاني لان البطولة كانت نجح على كل مستويات كان ينقصنا بس نجاح منتخبنا في التتويج لكن للأسف ده ما حصلش نتمنى منتخب اليد يعوضنا وعلى أقل تأدير عشان ما نحملوش فوق طاقته فرق كبير جدا بين بطولة قرية وبطولة عالمية لكن على أقل تأدير نوصل مربع زهبي اعتقد ده هيرضي طموح المصريين بشكل كبير